مرحبا، تحب لعبة كتان وتريد تلعبها مع عدد أكبر من اللاعبين؟ إليكم إضافة كتان اللي توسع رقعة الملعب بحيث تناسب خمسة إلى ستة لاعبين خليوني نتعلمها مع بعض في هذه النسخة المعربة بالكامل من Superheated Neurons الصندوق يأتي مع لونين إضافيين وعدد أكبر من البطاقات التي سيتم خلطها مع البطاقات الموجودة في الصندوق الأصلي للعبة كتان بمعنى أنه لا يمكن أن تلعب الإضافة من دون الصندوق الأصلي للعبة وإذا حابين شرح مفصل أكثر للعبة كتان الأصلية بحط لكم الرابط في أسفل الفيديو ثم تقوم بتركيب قطع البحر الصغيرة هذه على إطار اللعبة بحيث توسع مساحة الملعب مما يسمح باستخدام عدد أكبر من البلاطات نقوم بعدها بخلط البلاطات القديمة مع الجديدة ونقوم بتوزيعها عشوائيا وسنلاحظ وجود قطعتين صحراء في هذا النموذج ويمكن نضع شخصية اللص في أي واحدة من هتين القطعتين أثناء الإعداد للعبة بالنسبة للدوائر التي تحتوي على الأرقام والأحرف لن نستخدم الموجودة في الصندوق القديم لأن الصندوق الجديد يحتوي على عدد كبير جدا من هذه الحروف ابتداء من A إلى ZC يعني ستقوم بوضع الحروف باتجاه عقارب الساعة حسب الحروف الأبجدية وابتداء من أي بلاطة من A وانتهاء بZA ZB وأخيرا ZC من الأطراف ومن ثم ندخل باتجاه منتصف الرقعة بشكل حلزوني مع تجنب قطع الصحراء ثم نقلب الحروف لتظهر الأرقام بهذا الشكل بالنسبة لقوانين اللعب وآلية الفوز فإن هذه النسخة من كتان تحتفظ بكل قواعد اللعبة وتقاليدها عدا قانون إضافي واحد وهو البناء الإضافي وهذا النظام يفعل عندما ينتهي دور اللاعب ويقوم بتسليم النرد لللاعب الآخر اللاعب الآخر قبل أن يرمي النرد عندها بالضبط ندخل في مرحلة البناء الإضافي هنا وباتجاه عقارة بالساعة يسمح لكل لعب وبالدور باستخدام الموارد في يدهم لبناء مستوطنة طريق أو مدينة أو حتى شراء بطاقة تطوير وهذه كانت إضافة كتان من خمسة إلى ستة لاعبين وكالعادة في اللعبة الذي يصل إلى عشرة نقاط هو اللاعبة الذي سيفوز في اللعبة طيب سؤال ماذا لو وصلت إلى عشرة نقاط أثناء مرحلة البناء الإضافي يعني الدور ما كان دورك ولكنك قمت مثلا ببناء مدينة ووصل عدد نقاطك في دور خصمك إلى عشرة نقاط في هذه الحالة لا تعتبر فائز بل تنتظر ليصل الدور إليك تنهي دورك وبعدها تعتبر الفائز في اللعبة قمت بتجربة إضافة كتان خمسة إلى ستة لاعبين أكثر من مرة وشخصيا شعرت بنفس التوازن الذي تعطيك إياه اللعبة الأصلية إذا عندكم أي استفسارات عن الإضافة أو عن لعبة كتان الأصلية حطوها في الكومنت وإن شاء الله أجاوب عليكم في أقرب وقت شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء